خزنتي التوم? يلا بينا نخزن التوم بطريقة حلوة جدا جدا وهتوفر علينا وقت ومجهود كتير بعد كده يلا بينا نقول بسم الله ونشوف خزننا التوم بتاعنا ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا نخزن التوم بتاعنا ونقول بسم الله كده ونفرش على الارض ونحط الصناية بتاعتنا ونجيب التوم بتاعنا التوم اللي هتخزنيه وتفرزيه لازم يكون التوم لسه طري طبعا في وقت ما بيطلع التوم لسه طري الناس كتير بتشيل العرش بتاعه دوت وبتقطشه وهو طري يعني بتقطشه بدري قبل ما يعرش ويبقى فيه شعر كتير كده فاخر التوم فاحنا بنغدو هو لسه طري ونستفيد بيه بعروقه بكل ورقة في التوم مش هنخسرها لازم العرق بتاع التوم يكون طري خالص لسه فيه السوايل بتاعته وطبعا فيه المواد المفيدة جدا بتاعته بمسك التوم بقطع على الراس كده من عند الراس واشيل القشرتين بس اللي على الوش وابتدي اقطع بقية الجزء التاني عايز اقولك ان القشرة الابيض اللي انا بشيله ده ده ممكن تعمليه بودرة التوم زي ما انا هعمل العروق بس انا فضلت العروق علشان العروق بتبقى ليس سطرية جدا وشايلة كل مكونات التوم هنشوف في اخر الفيديو انا عملتها ازاي؟ زي ما انتو شايفين باخد لحد اخر جزء طري في العرق بتاع التوم ونصيحة بقى احب اقولك عليها التوم اللي هتخزنيه ناشف ياريت ما يكونش عروقه طويلة كده يعني التوم اللي هيتخزن متفرز عايزي العروق بتاعته بتبقى طويلة لان ده توم مش متعطش التوم اللي هيتخزن وهو ناشف لازم يكون متعطش في الارض عشان يبقى متعطش في الارض بتبقى عروقه صغيرة ماكملش النمو الخضر بتاعه او العروق دي ما تولتش فبيبقى كل الفايدة وكل المكونات موجودة في عروق التوم الطويلة زي ما انتو شايفين انا بقطع هقطع التوم كله ونشيل الراس اللي فوق كده وبشيل ورقتين تلاتة من الناشفين اللي فوق راس التوم طبعا انا ولا بفصصه ولا اي حاجة لان كل ورقة بعد كده هي فيها برضو فايدة التوم زي ما هي كده وبشيلها وبردو باخد العروق لحد اخر جزء طل واشر برضو اخر ورقتين على الوش وهاخد الباقي هنشوف بعد كده هنعمل في ايه بشيل اي ورقة ناشفة من على الوش واقطع العرق كده نصين وانفرطه خالص ورقة ورقة يلا بقى نشوف هنفرز التوم بتاعنا ازاي زي ما انا على الارض كده جبت الكابة بتاعتي وحطيت كمية من التوم وحطيت عليها معلقة من الزيت ورشة من الملح انا يعني الجزء ده انا ما جبتوش انا جبت الايه النتيجة النهائية شايفين بشيله من الكابة خد فرمتين تلاتة ما خدش كتير بشيله من الكابة وفضيه طبعا انت لازم تفضيه على طول جوه اللي كياس انا بس حبيت اوريكو القوام بتاعه ازاي هو طري جدا قوامه اه ناعم ما فيهوش اي تكتلات حلو جدا وهتفرديه ازاي وتفرزيه ازاي يا اما هتحطيه في قلب التلاجة وتزوز عليه الزيت عشان يبقى قوامه ناعم شوية بس انا ما حبيتش انه يبقى فيه زيت كتير هو بس معلقتين صغيرين من الزيت وتلعب القوام اللي انتوا شايفينه ده هقرب لكو الطبق دلوقتي وتشوفوا قوامه طري جدا وقوامه ناعم جدا وسالس يعني ما فيهوش اي تكتلات وما خدش ضرب كتير عشان هو لسه طري ما خدش مني مجهود في الضرب بالكب هوريكو بقى انا هعمل الجزء التاني ازاي بمسك الراس كده اقطعها زي ما انتوا شايفين لقطع صغير الجزء ده بيتفصص هو بسهولة زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا بقطعوا كله بقى بالمنظر ده لو معاكي عرق من فوق كده لسه ابيض شوية ممكن تحطيه معاهم لو طري ولسه ابيض مش مخدر قوي انا فصصت هو وحطت كمان معاها عرق من العروق الطرية بتاعة التوم لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي ياريت تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل سنة وانتوا طيبين هنحط بقى كمان حوالي معلقة او معلقتين من الزيت وطبعا يستحسن يكون زيت حلق ويرشة من الملح ونضربه كويس وبكده هنكون خلصنا كمية التوم المتفرز في الفريزر سهلة جدا وبسيطة جدا ومخدتش مني وقت غير بس في اني التنظيف وكده لكن بعد كده بيوفر عليك مجهود كتير جدا 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 شوفي بقى بعد ما هنخلصه هو زي ما قلتلك ما بيخدش ضربتين ادي ضربة وهضربه ضربة تانية وبكده يكون اتعمل واتفرم كويس بحطه بقى انا في كيس تلاجة زي ما قلتلك لو حبايا تحطي في علبة هتضطري تحطي معلقة كمان او معلقتين من الزيت علشان قوامه يبقى قطرة من كده هحاول ان انا اقسم الكيس زي مكعبات الفريزر ممكن كمان تحطيه في الدرج بتاع التلج بتاع مكعبات الفريزر بس انا شايفة انه هيبقى الكمية على قد المكعبات دي هتبقى كبيرة فانا قلت احطه في الكيس وبعدين الدرج هيبقى رحته توم فعلى ايه خلينا كده في الكيس والكيس كده كده مش هيفرق معايا بعد كده مش هحتاجه يعني بقسم الكيس زي المكعبات كده وبيبقى سهل جدا جدا بدام السمك بتاعه حوالي واحد سانتي بيبقى سهل انك تكسري المكعب بكل سهولة حسب بقى انت احتياجك ايه وهتفرغي منه الهواء اهم حاجة تفرغي منه الهواء خالص ما يبقاش فيه ايه هواء وكمان لو عندك الاكياس محكمة الغلق اللي بتتحطف الفريزر هتبقى طبعا احسن كتير زي ما انتو شايفين انا بحاول اخرج كل الهواء منه عفوا هذه الكمية بتاعة التوم المتفرز اللي طلعت معايا كمية حلوة جدا وانا ما كنتش جايبة كمية كبيرة من التوم فطلعت معايا طبعا كمية كبيرة لان التوم لسه طريب هناخد بقى العروق بتاعتنا ونشوف هنعمل بيها ايه اولا بدرة التوم متاح ليجي تعمليها بكذا شكل متاح ليجي تعمليها من العروق اللي انت شايفاها دي ومتاح ليجي تعمليها من الورق الابيض ومتاح ليجي تعمليها من التوم القديم اللي قرى بيفضى او قرى بينشف دي تلت طرق متاح ليجي تعملي بيها بدرة التوم في البيت اسهل واوفر وانضف وريحة بقى مش قادرة اقول لي هعمل ايه افرطهم طبعا كلهم ورقة ورقة ما سيبش فيهم اي ورقتين مسكين في بعض وهنحطهم في الفرن على درجة حرارة متوسطة يستحسن في الفرن بلاش تحت الشوية علشان مية لسعش منك ومع ذلك هو برضو النار كانت حامية عليه فاتلسع شوية شلت بقى طبعا كل الملسوع وخليت الورق الحلو هتشوف انا عملت ايه زي ما انتو شايفين انا بفرط ورقة ورقة علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات اي ورقتين مسكين في بعض علشان كله ينشف زي بعض كده تمام هندخله الفرن ونشوف هيطلع شكله ايه وهنعمله ازاي ما تسلع النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبيه اجمعين انا كده تلع من الفرن وفرمته في الكبة او المطحنة طبعا حسب المتوفر عندك وتلع شكله زي ما انتو شايفين اه هو لونه مغمئ شوية طبعا عشان فيه عروق خضرة لو هتعمليه بالورق الابيض خالص هتلاقيه لونه افتح من كده بكتير يارب الفيديو يعجبكم واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله